كثير مرات من أحبائنا المسلمين بيبعثوا مثلا آية مختصرة أو مقتصرة ولكن بيكملش الآية فمنشوف دائما بيستخدم مثلا الآية في يحنى 17 آية 3 وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته يقول لك شفت يسوعا بيعترف بيقول لك أنا رسول هو طبعا عدة مرات قال كما في إنجيل يوحنى ولكن قال للتلاميذ في العلية بعد القيامة كما أرسلني الآب أرسلكم أنا فإحنا نؤمن أنه طبعا هو أرسل من عند الله ولكن بنهمل الآية اللي على طول العمل الذي أعطيتني قد أكملته آية 5 والآن مجدني أيها الآب بالمجد الذي كان لي عندك طب الكون العالم فلماذا نقتبس آية وبدون ما أن نكمل الآية الأخرى حتى تعطي الموضوع متكامل الموضوع متكامل اليهود اللي كانوا فيه أيام المسيح هنا على الأرض لم يخفقوا إطلاقا في فهم أقوى للرب يسوع هو أعلن عن لهوته وعلشان كذا أرادوا اليهود في أكثر من مرة أن يقتلوه أو يرجموه نعم لأنه قال أن الله أبوه معادلا نفسه بالله فهو أعلن عنه من روحه أنه هو الله مش بث لما قال أن الله أبوه لكن لما عمل أعمال الله الثيادية ومن ثمن أعمال الله الثيادية مغفرة الخطايا فيقول للمفلوج مغفورة لك خطاياك فالفرسين يتكلموا فيما بينهم من؟ هو هذا الذي يتكلم بتجديد من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده فيعلن شخص ربنا يسوع ليهم أنه هو كلي العلم فعرف أفكارهم وقلوبهم وأنه كلي القدرة فأقام المفلوج علشان يبرهن لهم على أنه له الثلطان له فران الخطايا وبالتالي هو الله هم فهموا هذه الحقيقة تماما ولأجل هذا ثلبوه وحقيقة حتى في العهل الجديد يتكلم عن هوية يسوع أن يسوع هو الذي أرسل الأنبياء نعم ويسوع هو الذي أرسل الروح القدس نعم والمسيح هو الذي أرسل التلاميذ الرسل والذي يرسل فإذن له الثلطان يعني له الثلطان نعم يتكلم عن لهوته أو ألوهته المباركة خلينا نرجع للآية نفسها كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه يعني هون نشوف أنه تكلم بالأنبياء ولكن قمة الإعلان جلال هذا الإعلان هو الإبن إيه اللي ممكن نتعلم من خلال الإعلان من خلال الإبن تفضل له هنا الروح قدس أفود أول ما كان الكلام عن الإبن الروح قدس أفود والحقيقة مش في الفقرة فقط اللي احنا بنقراها يمكن الفقرة اللي احنا بنقراها فيها سبع أمور مختصة بالإبن لكن الرسالة كلها بتكلمنا عن تفوق الإبن زي ما حضرتك أشرت عن عظمة الإبن قد إيه هو أفضل من الملائكة قد إيه هو أفضل من موسى قد إيه هو أفضل من يشوى قد إيه هو أعظم من الكهنة فالرسالة كلها موضوعها تفوق الإبن لكن في الآيات اللي حضرتك قريبها في بداية حلقتنا بنشوف فيها ثبع أمور مختصة بالابن أول هذه الأمور أنه هذا الابن ابن الله وارثا لكل شيء الذي جعله وارثا لكل شيء والحقيقة أنه هو بنشوفه في هذه الكلمة ابن إبراهيم ابن داود ابن الإنسان لكنه هنا بيقدم فيه الثالث العبرانيين باعتباره ابن الله فهو ابن إبراهيم وارث الأرض ابن داود وارث العرش ابن الإنسان وارث وثيد على هذه الخليقة كلها لكن باعتباره ابن الله أي شيء ليس تحت الثيادته أي شيء ليس تحت الثلطانه كل الملائكة والرؤثاء والقوات والخليقة العجماء كل ما في الكون هو ميراث لهذا الابن اللي بنسمع قول الله ليه في مضمور اتنين اثقلني فأعطيك الأمم ميراثا أقاثي الأرض ملكا لك فهو الوارث لكل شيء يعني عم أفكر عندما أجرب إبليس يسوع المسيح وأعطيك ممالك هذه الأرض يعني عم بيتواقح على يسوع المسيح نعم وهو هياخد هذه الثيادة وهياخد الملك الذي له على الكمية صارت ممالك الأرض للرب ومسيح نعم ودنيال بيتكلم عن ملك لا ينقرد ملك لا يزول إلى الأبد اشتركوا في القناة